إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يقضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وقضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعسره وتوتره وتسبحه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعرام شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لها يقولون بأمسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألي ينطلب الرسول والأؤمنون إلى أهليهم أبدا وسين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ننطورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتد آل الكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله فرورا رحيما سيقول المخلفون إذا منطلقتم إلى مظالم لتأخذوا هذا هنا نتبعهم يريدون أن يبتلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل فحسدونها بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم من بأس شديد تقاتلونهم أو يصنبون فإن تطيعوا يبتئهم الله أجرا رسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المليط حرج ومن يضع الله ورسوله يدزله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا طريبا ومظالم كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا أكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفا إيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أهى الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الأجبار ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الأجبار ثم لا يجدون وديا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطل مكة بهم بعد أن أغفاهم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغها إلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقوهم فتصيبكم منهم معظمكم بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لأن أبنى الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعلوا الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهدية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرئياء بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين وروفكم ومقصرين ما تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليلهره هذا الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معهم أشهداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يمثبون فطلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره فآزره فاستغلط فاستغلط على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعذى الله الذين آمنوا وآمنوا الصالحات منهم مغفرة ونجرا عظيما اشتركوا في القناة